حقيقة غدا سيبدأ العراق فصل من المشاكل السياسية الجديدة يوم غد اليوم تم انتخاب أزمة جديدة ستضاف إلى أزمات العراق الكثيرة تعرفين سيدتي أن مجالس المحافظات تم حلها بناء على مظاهرات شعبية هي ليست تجربة ناجحة بحيث الكتل السياسية أصرت على إعادتها إرضاء للجمهور بالعكس هي كانت وحدة من أعقد الحلقات في الدولة العراقية التي جعلت الجمهور في أغلب محافظات الفرات الأوسط والجنوب إما يغلقها أو يحرقها فمن يوم غد سيبدأ العراق سلسلة أزمات جديدة كتل سياسية متصارعة أعضاء مدلس محافظات وأنا حقيقة أنا يعني مع احترامي لا أهنئ العيداني ولا المياحي بل أنا يعني أتأسف لما سيقول إليه مصيرهم كل واحد راح يقعد وراح يقعد عشرين عضو مجلس محافظة من على الأقل سبعة وثمان كتل سياسية أمامه راح يخنقوهم خنق ولا راح يخلوهم يسوون أي مشروع